موسيقى نصلط الضوء من أجل بقع جميلة لهذا المونديال حقيقة خلوني أستضيف في هذا اللقاء الإعلامي العراق محمد صبري يتحدث بأدقة تفاصيل عن مونديال كأس العالم في قطر حقيقة العرب اليوم فرحون من أجل التنظيم العالي لكأس العالم بالبداية نأخذ من عندك كلمة جميلة عن هذا المونديال ما هي الأشياء المفرحة بداية هذا المونديال مختلف بكل المقاييس مختلف على مستوى أن تكون دولة عربية مسلمة قادرة على تنظيم حدث عالمي كبير بهذا القدر الكل يعرف أن مونديال كأس العالم أو بطولة كأس العالم تعتبر هي البطولة الأكبر على مستوى الكرة الأرضية وهذا المونديال الذي جاء إلى المنطقة العربية إلى الشرق الأوسط إلى دولة قطر كان مونديال مختلف على كل المقاييس على مستوى التنظيم وجودة التنظيم على مستوى الحضور الجماهير الكبير وبالتالي شاهدنا أن كل الجمهور العربي كان قادرا على الوصول إلى قطر ومشاهدة المباريات نتيجة التنظيم الجيد الذي قامت به قطر لاستقبال الجماهير العربية نتحدث عن ذكرة أنت حضرتك الجمهور اليوم مشهد مفرح مشاهد العرب على مدرجات الملاعب في هذا المونديال مساندة لمنتخبات العربية رغم بأن منتخباتهم لا مشاركة علاقات اجتماعية توطدت من خلال هذا المهرجان هذا أيضا مسج آخر بالفعل لو تلاحظ أن الجمهور العربي لم يجتمع بهذه الكيفية وبهذه الصورة في أي بطولة مرت خلال السنوات السابقة وبالتالي شاهدنا الجمهور العربي من كل دول الوطن العربي حاضرة إلى قطر إلى المونديال لمشاهدة مباريات كأس العالم بشكل عام عام ومباريات المنتخبات العربية هذه الصورة لم تكن موجودة في جميع البطولات التي حدثت حتى على مستوى البطولات القرية والبطولات التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم لم تكن حاضرة بهذه الجودة وبهذه القوة بالنسبة للجمهور شاهدنا الجمهور القطري يتفاعل مع المنتخب السعودي شاهدنا الجمهور السعودي يتفاعل مع المنتخب القطري هناك المغرب وتونس تتفاعل مع المنتخب القطري والسعودي وهذا ما ميز هذه النسخة فعليا من كأس العالم ما هي الإمكانات بالاستفادة من هذه التجربة الكبيرة لقطر على مستوى القادم شنو أحلامنا وطموحاتنا بأن تكون على صعيد العلاقات على صعيد التنظيم شاهدنا اليوم توحد العرب من خلال مونديال لكرة القدم وامتعدنا عن السياسة كثيرا واقتربنا بالأخوة وقضية العروبة الواحدة بالتجمع من خلال هذا المونديال أحمد لو نشاهد أن الوطن العربي من خلال هذه البطولة كان هناك لوحة فنية جميلة للجمهور وليستقبال قطر لهذه الجماهير وتفاعل حتى الجمهور العالمي مع ما موجود في دولة قطر إذا ما الجمهور يعرف أن كان هناك تخوف كبير من حضور الجماهير العالمية إلى قطر باعتبار أن هذا البلد مبهم هذا البلد بلد إسلامي بلد عربي وبالتالي كان هناك تخوف كبير عملية اختلاط الجماهير الغربية مع الجماهير العربية كان واضح وبقوة في هذه النسخة من كأس العالم وبالتالي هذه النسخة لمونديال قطر سوف تكون معيار لكل البطولات التي قد تكون قادمة إن كانت على المستوى القاري وحتى على المستوى العالمي الآن الكل ينظر إلى بطولات كأس العالم المقبلة كيف سيكون التنظيم لهذه البطولات قياسا بما قدمته قطر من تنظيم لهذه البطولة عملية استقبال الجماهير حتى على مستوى عملية دخول الجمهور إلى الملاعب والخروج كان هناك ترحيب كبير من كل الجماهير بأن لا يكون هناك ازدحام تدافع أحداث وقرارات أخرى كان لها تأثير كبير على جودة المباريات وجودة حضور الجمهور لهذا المونديال سمعنا من خلال هذا المهرجان أيضا ومن خلال المونديال والمهرجان الكبير نقول حقيقة لأننا نفتخر كعرب بما قدمته قطر المسيجات الأهم لبلد إسلامي كانت هناك أشياء إيجابية بأن تعكس صورة الدين الإسلامي الحقيقية وهي محبة الآخر اختلاف اللون والشكل والعرق والطائف لا يهم في هذه التجمعات وأيضا الدين الإسلامي هو دين التسامح وسامعنا أيضا حتى برفع الأذان من خلال فترات طويلة على المدرجات بأجمل أصوات المؤذنين نعم هناك من حاول أن يستغل هذه الجزئية في عملية إبعاد قطر عن التنظيم لهذا المونديال هناك من قال بأن الإسلام صورته مشوهة أمام الجميع هناك ما يحدث في المنطقة من حروب هذه الأمور سوف تؤثر على تنظيم هذه البطولة ولكن عكست قطر من خلال التنظيم من خلال استقبال هذا المحفل العالمي صورة جميلة وباهية للدين الإسلامي للتسامح لعملية التعايش ما بين المجتمعات هناك من كان يرى بأن الإسلام هو إسلام متشدد الآن ما شاهد هذا المونديال ومن تواجده في هذا المونديال من كل بلدان العالم رأى بأن الإسلام دين متسامح دين يقبل الآخر بشكل كبير وبالتالي كان هناك تفاعل مع هذا الموضوع أريد أن أضيف جزئية مهمة جدا كان هناك قرار من اللجنة المنظمة في مونديال قطر بمنع شرب الكحول أو إدخال الكحول إلى مدرجات الملعب هذا القرار قبل البطولة كان قرار مستهجم من كل الجماهير العالمية ولكن عندما وقع هذا الموضوع بالفعل في المونديال رأينا هناك ترحيب كبير من كل الجمهور الغربي والأجنبي لهذا القرار مما أثر كثيرا على جودة المشاهدة داخل أرضية الملعب من خلال متابعتك للحدث الرياضي هذه بقعة ضوء إيجابية بالنسبة لقطر ما هي ليس فقط لقطر وإنما لكل الوطن العربي والوطن العربي ما هي الإيجابيات الأخرى من خلال تصريط الضوء عليها لهذا المونديال هذا المونديال شهد على الجانب الفني بروز المنتخبات العربية بمستوى مميز الكل كان ينظر إلى المنتخبات العربية بأنها منتخبات لا يمكن أن تنافس فيها كذا بطولة عالمية لجودة المنتخبات العالمية ولكن شاهدنا المنتخب السعودي قدم مباريات مميزة ومستوى مميز في هذه البطولة شاهدنا المنتخب التونسي الذي قدم مباريات على مستوى عالي وحتى المنتخب المغربي الذي قدم مستوى مميز في هذه النسخة إضافة إلى هذا الجانب رأينا أن هذه البطولة اختلفت حتى على مستوى التهديف في المباريات وبالتالي شهدنا كمية كبيرة من الأهداف شهدنا كمية جميلة من الأهداف وهذا المونديال مختلف تمامة التي جاءت قبل هذه النسخة بعد هذه النسخة حقيقة العراق أيضا يتهيأ لاستقبال بطولة خليجية عربية في بصرتنا الفيحاء هل يتمكن العراق أيضا بصنع بقعة ضوء أخرى للوطن العربي من خلال تنظيمها على مستوى عالي واستقبال المنتخبات العربية هل مشاركة في هذه البطولة؟ بطولة خليجي 25 في البصرة إن شاء الله قد تكون بطولة مختلفة عن البطولات السابقة العراق يبحث عن عودة العراق إلى المسار الصحيح من خلال تنظيم هكذا بطولات هناك توجهات وهناك بالفعل أمور إيجابية حدثت خلال الفترة الماضية منها اختيار شركة متخصصة لإدارة وتنظيم هذه البطولة شركة عالمية متخصصة لإدارة هذه البطولة هناك دعم حكومي كبير لهذه النسخة وبالتالي الاستفادة من مونديال قطر على مستوى التنظيم في بطولة الخليج قد يكون نافع جدا للعراق بأن يعود إلى ساحة القرية وحتى العالمية من خلال استقبال هكذا بطولات وبالتالي نشهد أن هناك اهتمام وقدرة لدى العراق على إنجاح هذه البطولة لأنها المفتاح الرئيس للعودة إلى مسار التنظيم في البطولات المخبلة أها خليني أستثمر من خلال هذا اللقاء وأيضا أنت الإعلامي الرياضي والمتابع لهذا الموضوع برأيك من سوف يأخذ كأس العالم في قطر؟ أي فريق ترجح أو أي منتخذ؟ عملية الترجيح هي صعبة نتيجة أن كرة القدم لا تعرف مستحيل ولا تعرف توقعات إنما ما يقدم في أرضية الملعب هو الفيصل في هذا الموضوع ولكن السيناريوهات مختلفة في هذه البطولة نتيجة أن هذه البطولة كما قلت أنها مختلفة على كل الأصعيد ولكن أنا أتوقع من وجهة نظري حسب المستوى الفني المقدم فأن منتخب البرازيل سوف يكون له شيء كبير في هذه البطولة ومن الممكن أن يكون في المباراة النهائية إذا من خلال هذه الدقاق أيضا وبرنامجنا العربي ماذا تود أن تقول لكل متابعين في هذا البرنامج من خلال القنوات الأربعة العراقية والمصرية والأردنية والفلسطينية لمتابعي هذا المونديال بداية نوجه التحية لكل الجمهور العربي بشكل عام وجمهور الأشقاء في مصر وفلسطين والأردن هذا الجمهور التواق لمشاهدة العرب متحدين حول شاشة واحدة حول بطولة واحدة هم بحاجة إلى أن يتوحدوا على مستوى كل الأمور الإيجابية التي منها ممكن أن تجمع الوطن العربي وبالتالي نرى الوطن العربي متجمع من جديد من خلال هكذا برامج مهمة وفعالة ومشاهدة الجمهور لهذه البرامج إن شاء الله شكرا لهذا التفاؤل الكبير بالنسبة لوطننا العربي وبلداننا العربية لجماهيرنا شعوبا وأيضا حكومة شكرا جزيلا لك ولجمهور العربي بشكل عام وجمهور العراق بشكل خاص شكرا